بسم الله وصلى الله على أسعد خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموله رجعنا لكم تاني ومع الفقر الفقهية أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن لا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا اللهم أمين يا رب العالمين ورد إلينا سؤال من أحد المشاهدين يقول فيه ما سبب نزول الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد أن هذه الآية نزلت لتأديب الصحابة في تعاملهم مع النبي كان وفد بني تميم قادم لسيدنا رسول الله وجالس مع النبي سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وجماعة من الصحابة فسيدنا أبو بكر قال للنبي أمر عليهم الأقرع بن حابس سيدنا عمر قال له يا رسول الله أمر عليهم القعقاع بن معبد ده اختار واحد وده اختار واحد من بني تميم اللي جايين للنبي فسيدنا أبو بكر بيقول لي سيدنا عمر ما أردت إلا خلافي أنا اخترت واحد يا عمر انت عايز تخلفني فقال عمر ما أردت خلافك كل واحد منهم تكلم ثلاث أربع كلمات ما أردت إلا خلافي قال له ما أردت خلافك فنزلت الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون فكان بعدها سيدنا عمر لما يكلم سيدنا النبي يحدثه كأخي السرار كأنه بقول سر للنبي فكان النبي إذا تكلم أمامه عمر استفهمه يقول له أنت بتقول إيه يا عمر شوفوا الأدب شوفوا أدب الصحابة مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع صوته بعدها في مجلس رسول الله ومر الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة كان في المسجد النبوي فسمع خليفة المسلمين ارتفع صوته عند المقام الشريف فرح له الإمام مالك وقال له يا أمير المؤمنين إن الله أدب جماعة ومدح جماعة وذم جماعة أدب جماعة فقال لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي ومدح جماعة فقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وذم جماعة فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون فعلمه كيف يكون الأدب في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وموقف أخير أيضا متعلق بالأدب لما سدنا النبي قال للصحابة لا تقوموا لي كما يقوموا الأعاجب لما يدخل عليكم محدش يؤف فدخل النبي عليهم بعدها فقام له سيدنا حسان بن ثابت فأم الصحابة يعني ينظرون لحسان يا حسان إن النبي قال لنا لا تقوموا لي كما يقوموا الأعاجب ليه أنت بتقوم يا حسان فأم سيدنا حسان أنشد قائلا قيامي للعزيز علي فرض وترك الفرض أنا يستقيم عجبت لمن له عقل وفهم يرى هذا الجمال ولا يقوم فالآية الكريمة لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي نزلت في الخيرين أبي بكر وعمر لتأديب الصحابة ألا ترتفع أصواتهما في مجلس يجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومن هنا استحسن أهل العلم واستحبوا ألا يرتفع صوت الإنسان في المسجد أثناء درس العلم لو الشيخ بيقول درس علم في المسجد ما ترفعش صوتك في المسجد ليه لأن درس العلم فيه كلام الله وفيه كلام رسول الله وإن رفعت صوتك فأنت ترفع الصوت على كلام الله وكلام رسول الله وهذا منهي عنه نسأل الله جل وعلا أن يؤدبنا بأدب أصحاب رسول الله وأن يخلقنا بخلق رسول الله وأن يرزقنا تمام الأدب مع جنابه الشريف اللهم آمين يا رب العالمين أشوف حضرتكم إن شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة